السلام عليكم في الحلم وكستيجيا مزيلا معنا فيديو جيبنا القناة مسلسلة الانخفاض الأسطوري طبعا فكرة سلسلة انك تجيب اهوة بطاقة بالنسبة للاعب الاتوميتيم واضعف بطاقة ايضا بالنسبة له فبتشوف انه انخفاضي بيكون يعني رهيب بطاقاته فاتمنى بل ما نبدأ تدعم نبزر لايك تشترك بالقناة اذا ما كنتمشترك فعنا خمس لاعبين كالعادة اللاعب الاول هو جفانشتاجر والثالث لا بيتصير الرابع اللي هو كاجا والخامس اللي هو تشابي ارناندز الاسطورة طبعا فخلينا نبدأ الام اللاعب الاول لنا والي هو باستينش فانشتاجر باستينش فانشتاجر من افضل لاعبين الصراحة اللي مروا على تاريخ بايرام يونيخ كلعبين اخطوط وسط لاعب جدا جدا خرافي اه فالريتنج عندك فيفا تلطعش او بطاقة له طبعا كان عنده واحد وتسعين فعندك الباصات اتنين وتسعين شوت تمانة وتمانين سراع واحدة سبعين الدفاع ستة وتمانين والهد تمانين للاسف يعني ما ما بظن انه اخد حقه بالبطاقة يعني بهاي السنة كانوا بقدم اداء اسطور يعني اخد يمكن دوري ابطال اوروبا واخد دوري الالماني ما بايرام يونيخ كان اداءه جدا خرافي وكان بستحق ريتنج الصراحة اعلى من هيك لكن من زمان يعني متل ايام فيفا تلطعش وهيك ما كانوا يعطوها الريتنج الخرافي الا متل ميسي ورونالدو كان اللي يعطوها انهيك ريتنج عالي فعندك اضعف بطاقة له كانت يعني او حاليا يعني بلابت فيفا سبتعاش طبعا اضعف بطاقة له بالاتم التيم طبعا فيها اتنين وثمانين فعندك الباصات اتنين وثمانين دفاع اربع وسبعين ايضا اربع وسبعين الشوت ستة وسبعين الفيزيكال تتة وسبعين طاقات انخفض يتعنده بشكل رهيب عندك بسرعة فرق اشرين يعني تخيل فرق اشرين بسرعة فرق خمستاش والشوت فرق اتناش عندك الباصات فرق عشرة يعني انخفاض رهيب يعتبر بطاقاته ايضا دفاع فرق اتناش فيعتبر انخفاض رهيب بصراحة بطاقاته للاسف يعني بعامل السن هيك فطبيعيا انه يخفض مستوى اللاعب يمكن لما طلع من بايرم يونيخ كان لغاية الان مقدم اداء يعني حتى لو تقدر تقول عنه جاي ايد لكن حاليا يعني انتقل للدور الامريكي فيعتبر تعتبر مسيرة اللاعب يعني شرفت على الانتهاء فهذا بالنسبة اللاعب الاول. ننتقل على اللاعب اللي بادعنا اولي هو طبعا اولا بتاقل كانت فيفا اتناشت كان من اللاعبين الجدا جدا خرافيين الصراحة لعبين كان بيلعب مع نادي فعندك سرعة اربع وتسعين ستا وتسعين شوت ستا وتمانين والباصات لاتا وتمانين بطاقة اسطورية جدا عندك سرعة عندك 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 باصات فاضح بطاقة لففا ستاشين مع نادي بارستن جيرمال للاسف يعني شوف الطاقات ايضا خفضت بشكل رهيب. عند اللعب عندك سرعة ودريبل الاثنين اثنين وثمانين الباصات اربعة وسبعين والشوت الاثنين ثلاثة وسبعين. فعندك فرق بالسرعة فرق اتناعش عندك فرق اربطاش الشوت فرق تلتعاش والباصات فرق تسعة. يعني انخفاض رهيب يعتبر بطاقات اللعب. والحاليا يعني هو بيلعب بالدوري الصيني للأسف كان يعني زمان من اللعبين جدا ممتازين الصراحة. لكن الان خلص يعني انتقل الدوري الصيني واساسا يعني مسيرته يعني ممكن تقول شارفت على الانتهاء. فهذا بالنسبة لهذا اللعب. ننتقل على اللعب اللي بعد عنه اللي هو نيمانيا بيديش. نيمانيا بيديش من اصلب المدافعين اللي شفتن او من افضل المدافعين اللي شفتن انا شخصيا مدافع صلب مدافع جدا 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 خرافي. فعندك فيفا 12 او بطاقة له مع نادي مشتسر ريناتد الريتنج عنده 94. فاشوفوا البطاقة عندك دفاع ستة وتسعين الهيت تسعة وتسعين السرعة سبعين سرعة تعتبر جيدة بالنسبة اللعب قلب دفاع طاقات خرافية طاقات اسطورية جدا. نيمانيا بيديش الصراحة كان من افضل المدافعين بالعالم بهالوقت يعني بسنة الفين واتناش تقدر تقول. فعنا للأسف اضعف بطاقة اولو بالالتومت تيم فيفا ستاشة طبعا هي اخر سنة كانت اولو بالالتومت تيم او بحياته الكروية وبعدين اعتزل. فمعنادي انتر ميلان عندك الدفاع خمسة وتمانين الفيزيكال تمانين السرعة تنين وخمسين وطبعا ريتنج تبع البطاقة يعني تلاتة وتمانين فعندك فرق بالسرعة تمنتاش وفعندك فرق بالدفاع ايدعش يعني الدفاع عنده ما زال يعتبر دفاع جيد جدا حتى لما كان باخر سنة بمسيرته الكروية. فما بنقدر نتقارم ما بين الهيد والفيزيكال لانه كان من زمان بعدين فيفا خمستاش اموا الهيد وحطه فيزيكال فهذا بالنسبة لهذا اللعب. ننتقل على اللعب اللي بعد عنه اللي هو شينجي كاكا وشينجي كاكا وكان من المواهب الشاب لما طلع معنادي بروستي دورتموند وللأسف دمره يعني الانتقال من بروستي دورتموند هو صح رجع لبرستي دورتموند مرة تانية لكنه ما بدع تقريبا يمكن انتقل لمنشستر يونايتد ولا هيكشي ما لي بتأكد يعني بالضبط لكن كان لنت صفقة فاشلة تعتبر فعندك فيف اتناعش عنده تسعين يعني شوف البطاقة وللا طاقات اسطورية عندك الربعة وتسعين الشوت تلاتة وتسعين لكن البسات تسعة وتمانين بطاقة كانت خرافية جدا بالنسبة لآ فيفا أرب Damen وطاقه طبعا يعني بطاقة كأس العالم مع المنتخب الياباني فعندك مركز يعني كان بهي البطاقة فا هون يلعب مع المنتخب يعني مع المنتخب يعني فعندك لا يعتبر ممتاز بالنسبة لهيك ثمانين. فعندك سرعة اتنين وثمانين الشوت اتنين وسبعين الباصات خمسة وسبعين. يعني بطاقة تعتبر جيدة جدا الصراحة بالنسبة لشين جي كاجاوا. بالرغم من ان يعني بطاقة عنده ثمانين. فلكن يعني ما زلت تعتبر جيدة. فخلينا نشوف عندك فرق واحد وعشرين. عندك فرق ستة. بالصراعة فرق تماني وبالباصات فرق اربطعش يعتبر يعني فرق رهيب بطاقاته. كان من اللاعبين الصراحة الجدا وعدين ولجدا خرافين لكن للاسف الان يعني ما عاد هيك. فهذا بالنسبة لهذا اللاعب. ننتقل للاعب اللي بعد عنه اللي هو تشافي هرنانديس. طبعا تشافي هرنانديس اكتر لعب اسباني حصدا للجوائز. يعني من افضل لعبين خطوط الوسط يعني بتاريخ اسبانيا هو ونيستا. فممكن تقول ايضا راول لكن راول كان يعني بيلعب كلاعب بتقدر تقول مهاجم او سي اف يعني مثل هالمركز. فالمهم عنا في ففا 12 او بطاقة له كان عنده سبعة وتسعين مركز بطاقة خرع فيه جدا جدا جدا. عندك باصات تسعة وتسعين دريبل تسعين الشوت خمسة وتمانين وسراع سبعة ستين. يمكن نعيبه لوحيد انه كانت السراع عنده مبطئينة شوي. لكن باصات بالملي متر يا حبيبي ودريبل ايضا جدا خرافي بالرغم انه بطيء لكن عنده عالي. عندك الشوت ايضا خمسة وتمانين. فعنه فيه في خمسة عشر اضعف بطاقة له بالأتمتين بالرغم من انه اضعف بطاقة له لكن ستة وتمانين. تخيل انه اضعف بطاقة بالنسبة للاعب ستة وتمانين. في لعبين حتى يعني اوى بطاقة لهم ما توصل فعندك ستة وستين لدريبلنج خمسة وتمانين الباصات واحد وتسعين باصات خرافية بالرغم من انه نسخة عادية الا انه الباصات عنده واحد وتسعين. فعندك بالشوت فرق تلتاش بالباصات فرق تسعة او عفوان تماني فعندك فرق خمسة بسرعة فرق واحد اه بالدفاع فرق تماني يعني ما فيها الاختلافات الرهيبة لكن كانت بطاقة تيم وذير هي تتبر جدا خرافية بوقتها لانه ما في هيك بطاقات يعني ما كان بالالتمت تيم فيه مثل هالبطاقات تلاقي واحد عنده باصات تسعة وتسعين ودريبلنج تسعين وهو اساسا خطوصت كان صابت تلاقي مثل هالشغلات فهذا كان بالنسبة لها الحلقة من سلسلة الانخفاض الاسطوري. فبس شباب هيك انكم وصلنا لهاية الفيديو اتمنى دعمكم بزر لايك تشترك بالقناة عندما تنشترك وتكتب ليك اقتراحاتك يعني للحلقة الجاية للعبين يعني اللي نجيبهم بالحلقة الجاية فبس هذا اللي كان عندي اليوم. شو كان خي في ديار جاية في امان الله.